الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الدورة الأربعون في الاستعاذات النبوية ومع الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول راه بالحبان والحاكم وهو حديث حسن استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من شر جار السوء الملازم لجاره في وطنه ودار إقامته من هو جار السوء الذي جمع الصفات الدنيئة والأخلاق الرذيلة وهو في دار المقام دار الإقامة وليس في البادية ودار المقامة كما وصف عليه الصلاة والسلام معناه أن هذا الجار شر ملازم خاصة إذا كان البيت ملكا لصاحبه أو لا يجد له بديلا وقيل يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من ذلك لما بالغ جيرانه في إذائه بمكة ومنهم عمه أبو لهب وزوجه فقد كانوا يطرحون الفرث والدم على باب النبي صلى الله عليه وسلم كما في فيض القدير والتيسير بشرح الجامع الصغير إذاء الجيران من كبائر الذنوب وقد جاء الوعيد في ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه يعني شروره رواه البخاري وأحمد وأذية الجار بأمور كثيرة سواء كان بإزعاجه بالأصوات العالية أو إلقاء القمامة أمام بيته أو التجسس عليه أو تتبع عوراته أو التدخل فيما بينه وبين أهله بالنميمة والتخبيب وأذية أهله ونسائه أو التحرش بهم وإظهار السرور في مصائبه ونحو ذلك جار السوء في دار الإقامة شر وبيل بخلاف جار السفر أو جار البادية إذا واحد نزل في البادية وبجانبه جار سوء أو نزل بجانبك جار سوء في البادية فإنه سيتحول عما قريب لكن في الإقامة وبالذات لم يكون واحد ملك العقار وكيف ينتقل كيف ينتقل هذه صعبة للغاية ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة من جار السوء في دار المقامة وقد جاء في لفظ تعوذ بالله من شر جار المقام فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل رواه أحمد وهو حديث صحيح فجار السفر تستطيع أن تتخلص منه وإذا انتهى سفرك انتهت العلاقة وحكم الشيء الخاص النادر خلاف حكم الشيء العام الدائم واليسير من الأذى والمشقة محتمل لكن لما تكون الأذى مستمرا طويلا فلم يستعذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السفر لأن في احتماله والصبر عليه أجرا ومثوبة من جهة وقد أمرنا بالصبر في المكروه الذي يحتمله الإنسان لكن الكثير الدائم ثم إن الإنسان قد يبتلى بجار سوء يفتنه في دينه ألم يفسد بعض الأشخاص لمجاورتهم لفاسدين وسرت العدوى إليهم فجار السوء والعياذ بالله قد يفتنك وقد يحرث جاره ويشركه في الشر يشركه في الشر ويقع في الإثم ويدخل في جار السوء الملازم الزوج والزوجة والخادم وكم جرت الخادم على أهل البيت من ويلات وكذلك الصاحب أو الصديق وفي الحديث إيماء أنه ينبغي تجنب جار السوء والتباعد بالانتقال عنه ما أمكن التباعد بالانتقال عنه ما أمكن وهذا لو كان حتى في زوج فاسد أو زوجة فاسدة أو جار أو كان في خادم أو خادمة من خدم السوء فإنه يسعى في تغييره والمسافر حتى المسافر يحرص أن يسافر مع أهل التقوى وأهل الدين ويحرص على جوارهم الحديث فيه استعاذ بالله من شر جار السوء في دار الإقامة والالتجاء إلى الله عز وجل في ذلك وفيه تفصيل معاناة العبد حين الدعاء فإنه استعاذ من جار الإقامة من شر جار الإقامة وفي هذا الحديث بث الشكوى والهم ترجمة نانسي قنقر